لم يكن بمقدور زائر أو عدسة كاميرا الدخول إلى هذه المناطق قبل استعادتها على أيدي الجيش الوطني هذه هي مدينة الشريجة والتي طالما ظلت محفورة في الذاكرة اليمنية لموقعها الاستراتيجي المعروف بين محافظتي تعز والحج دمارا وخرابا لم تعهده المدينة الصغيرة طيلة عمرها هذا كل ما خلفته معارك الأيام الأخيرة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وخلصت إلى تحريرها بشكل كلي نحن الآن في مدينة الشريجة حاليا تم دحر الحوثة منها قبل فترة ما يمضي قبل شهر ونص وإن شاء الله الآن ترتيب المواقع ترتيب الجيش ترتيب المقاومة يعني لابد أننا ثبات بها وإلى الشمال الغربي من مدينة الشريجة وتحديدا في موقع السنترال القديم والخط الأمامي الأول يتتبع أفراد الجيش الوطني بنظرات ثاقبة ما تبقى من جهوب وأوكار للميليشيات في بعض المناطق الواقعة على تخيم مدينة الراهدة بعد أن باتت في حكم السيطرة النارية للجيش وهذا الموقع تم تحريره قبل حوالي سبوعين من قبل مجاميع التابعة للعقيد أحمد الناشري الذي استولينا عليه الحمد لله وهذا الموقع الآن نحن نبعد عن مفرق حميض حوالي 5 كيلو متر ونبعد على الراهدة حوالي لا يقل عن 10 كيلو متر نجحت قوات الشرعية إذن بتحرير مساحات واسعة من منطقتين الشريجة وكرش وبها عادت الحياة نسبيا لبعض مواقعها الحيوية أبرزها منطقة الحمام الشهيرة بالمياه الكبريتية المعروفة بحمام الحويمي والحمد لله الآن نحن منعمين شوفنا نستبع بهذه المنطقة محررة شوف كيف وندعو الناس الخيرين إلى الاستثمار بهذه المنطقة لأنه هذه المنطقة مهمة يأتي لهم جميع أنحاء القمهورية من داخل باقم صعدة إلى صرفية المهرة وبينما تعود الحياة هنا نسبيا يمتنع بعض من سكانها النازحين من مغامرة العودة إلى قراهم تخوفا من مخلفات الألغام التي لطالما ظلت الميليشيا تعمل على زراعتها وتوزيعها بين عدد من القرى والطرقات منذ ما يقارب الثلاث سنوات ندعو المنظمات والجهات المختصة بسرعة نزع الألغام حتى يتمكن بقية النازحين من العودة إلى تلك الديار وممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية طوى الجيش صفحة الشريجة وكرش بتحريرهما وطرد الإنقلابيين منهما ومع هذا لا يزال بحاجة للحفاظ على ما حققه من مكاسب على الأرض من خلال التقدم أكثر وصولا إلى مدينة الراهدة ومحيطها والذي بحسب مراقبين عسكريين سيؤدي تحريرها إلى قطع خطوط إمداد الميليشيات نحو جبهات القبيطة وحيفان وطور الباحة كما ستسهم بتحرير محافظة تعز ترجمة نانسي قنقر